اختمت مساء امس اعمال الدورة التدريبية حول مكافحة امراض العيون والتي نظمها البرامج الوطني لمكافحة العمي بمساعدة من بعض الشركاء لصالح عدد من مناديب الصحة بالاقاليم المدير العام للصحة ومحاربة الامراض بذارة الصحة العامة الدكتور عمر حمدان ايجيمر رأس اعمال الحفل الغتامية للورشة تغرير احمد ياسين عبدالرحمن من اجل مكافحة امراض العيون المنتشرة في كثير من الاقاليم خاصة في وسط وشرق البلاد اتت هذه الورشة التدريبية لصالح مناديب الصحة بالاقاليم لتزويدهم بالمعارف والخبرات المستحدثة في هذا المجال ودراسة المشاكل الصحية المتعلقة بامراض العيون وكيفية مكافحة العماء الشركاء الدوليون المشاركون في الورشة بدورهم تحدثوا عن اهمية الدورة وما تقدمه من معلومات قيمة تساهم في تخفيف امراض العيون وكذا كيفية وضع الخطة الكفيلة لمحاربتها واستئصالها بجانب تقديم توصيات يطالبون فيها الحكومة بتزويد الملاكز الصحية بالاجهزة والمعداد والعمال المدربين كما قدموا برقية شكر لجميع الجهات الداعمة للورشة المدير العام للصحة ومكافحة الامراض بوزارة الصحة العامة الدكتور عمر حمدان ايجامر شجع البرنامج الوطني لمكافحة العماء على اقامة مثل هذه الورشة العلمية التي تعالج مشاكل امراض العيون وان وزارة الصحة ستساعد هذه المبادرات للقضاء على العماء من البلاد وعلى هامش اعمال الورشة تحدث المندوب الصحي لكانم عن اهمية تدريب ونشير الى ان الخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة فقد ضمنت حيزا كبيرا منها للقضاء على العماء بحلول العام 2020